العديد من السيدات والرجال الآن يرجعون إلى حقن البلازمة تعتبر وسيلة فعالة حديثة آمنة وتستعيد بذلك رونق البشرة وتخفيف الهالات السوداء حول العين لكن هناك أسألة كثيرة جدا عنها عن كيفية إجراءها الوقت المناسب أيضا كيفية اختيار الطبيب المختص إذا كان في سلبيات للموضوع قبل الإيجابيات لذلك سنحاول أن نطرح كل هذه الأسئلة على الدكتور سالم عنتابي وهو اختصاصي أمراض جلدية صباح الخير دكتور أهلا وسهلا فيك أهلا أهلا فيك سنحاول أن نجاوب عليها بشكل سريع أولا أي شخص يقدر يعمل البلازمة؟ أي شخص بحسن يعمل البلازمة في فئة معينة من الناس أولا البلازمة أو الـ PRP هي البليتليت ريتش بلازمة البلازمة الغنية بالصفائح الدموية طبعا أي شخص بحسن يعمل إلا اللي عندهم مشكلة بالدم أمراض دموية الناس اللي ممكن يكون عندهم كانسر سرطان ممنوع يعمل طبعا الحامل والمرضع الحامل والمرضع المرضع تنتظر كم تكريبا لما تقدر؟ بعد إيقاف الأرضاع مباشرة مباشرة تنتظر مباشرة أنت أحسن تعمل طبعا الأمراض المناعية في عنا أمراض جلدية حتى داخلية مناعة ذاتية هذا هو الممنوع نعمل لهم طيب بالتالي كل شخص يقدر يحصل نفس التأثير من البلازمة أو أنا مثلا صفائح الدموية غير عنك آه تماما تماما أنا قلت لك صفائح الدموية الغنية بالـ غروس فاكتور الغنية بالسايتوكينات بيختلف عددها من إنسان لآخر أوكي لذلك قلت لك اللي عندهم أمراض دموية ممكن ما نعمل ما نعمل يفضل طبعا بعض المرضى اللي عندهم خفاض بعدد الصفائح هدول ما حيستفيدوا مثل اللي عدد الصفائح طبيعي أو عالي فهل بيخضع لحمية؟ تماما ممكن نحن فترة أربعة أيام لأسبوع نزيد الوارد البروتيني عنده أوكي وبعض الفيتامينات اللي بتنشيط تصنيع الصفائح بعدين نعمل بعدين نعمل هي كيف بتصير؟ بتأخذ الدم من الشخص نفسه؟ تماما تماما المريض أو حتى هو فينا وليس مريض أي إنسان زبون ممكن نعمله الزائف فممكن نسحه بـ 8 إلى 10 مليمتر دم بنوضع بمثفلة بنعمله تسفيل بنوصل كوريات الحمر عن البلازمة بتحقنونهم بعدين في وين؟ طبعا هاي البلازمة اللي بتكون بيور بناخدها ومنحقنا بأي مكان بالجسم تحسنتها لكن لكن استطبابها غالبا لحقن فروة الرأس لعلاج تساقط الأشعار وإنبات أشعار جديدة أحيانا أوكي حول العين بيخفف الهالات والسورة؟ بيخفف بشكل سحري أوكي توريد الشفاه خصوصا بمنطقة الخليج ونتيجة الشمس القوية بتعرف كثير ممكن إننا موردين ما شاء الله أيوه فممكن إحنا نحط البلازمة بالجفاه طيب الأخدود؟ الأخدود بيودي الحفر؟ هلأ آلية العمل صديقي آلية العمل لدينا الصفائح الدموية قلت لك فيها روس فاكتور فيها السايتوكينات هاي بتحرد الخلايا المفرزة للكولاجين الكولاجين الكولاجين الموجود وخصوصا تايب 1 اللي هو بيعطي شد للجلد بيعطي خاصية مثل ما قلت أنت الحفر إذا بدنا نعالجها بدنا نزيد الكولاجين صحيح فهذا بيخلي هالخلايا تفرز كولاجين أكتر بيساعدنا بشد الجلد بتخليه وتخفيف التجاعيد إفراز لهيالورونيك أسيد هذا بيخفف الهالات السود بيورد الشفاه وبنفس الوقت بيحس الشخص أنه عنده لمعة بيوشه ببريغ فبالنسبة للحفر ممكن نتساعد لكن ما رح تنهيها يعني 100% بصراحة موضوع الأكني سكارز الحفر بعد حب الشباب أو الحوادث أنها تروح 100% صعب بكافة أشكال العلاجات لكن إذا وصلنا لـ 70-80% بيكون علاج جيد طبعاً، هل هناك شخص يحتاج إلى جلسات أكثر من شخص آخر؟ طبعاً طبعاً هلأ أفضل عمر لإجراء البلازمة بصراحة هو بين العشرين والخمسة والثلاثين للأربعين ليش؟ لأنه يكون الجسم ما فقد كثير من الكولاجين فبيتجاوب والكولاجين ما تكسر فبيأخذ نتائج أحسن أصغر من العشرين ما بيعملوا؟ أنا بفضل بعد 18 طبعاً بعد 18 سنة طيب، فبالتالي على حسب الحالة حسب العمر طبعاً ويختلف بجلد الوجه عن الشعر من الشعر يمكن أن نعمل كل أسبوعين جلسة من ثلاثة إلى أربعة جلسات غالباً كم جلسة؟ ثلاثة إلى أربعة جلسات ثلاثة أربعة جلسات بين كل جلسة إلى جلسة كم؟ أسبوعين إلى شهر معنات الشخص بعد أربع شهور تنتهى مثلاً ماكسيمم، يعني بعد أربع شهور تنتهى من الجلسات يرى الفرق على طول ثاني يوم؟ بصراحة يبدأ أول شيء رح يشوفه هو لمعاني الوجه النظارة هذا الشيء الخارجي تمام داخلي تكاسر الكولاجين وشد الجلد حتى ممكن نحن البلازمة تنخلط مع الشحم وتنحقين كفيلر بيبدأ يلاحظ التحسن خلال ثلاثة شهور من وقت الحقل لثلاثة شهور ميزت النتائج هاي اللي رح ياخدها شبه دائمة داخلياً شبه دائمة تماماً بس اللمعة كم تظل؟ هلأ من شخص لشخص تختلف اللي عدد صفائحه 140 ألف غير العدد صفائحه 300 ألف ممكن تستمر لكم مثلاً اذا 140 ألف؟ كم؟ أقل شي سنة سنة أقل شي سنة شوي ممكن نعمل كل سنة يصير جلسة داعمة واحدة واحدة لأنه أردد النتائج الداخلية دائمة دماماً فبس علشان الشكل واستمرارية النتيجة طيب في بلازمة وفي بلازمة يعني في بلازمة يمكن تكون تجارية أو مثلاً ما تكون مادة مية بالمية قوية لا لا البلازمة ما بتنخلط مع ولا شي كيميا صديقي هلأ نحن البلازمة بعد ما انفصلت من الدم داخلها العناصر الفعالة في طريقتين في طريقة ميكانيكية لتحرير هالعناصر أوكي بجهاز وفي طريقة كيموية كيموية منضيف بعض عناصر معالجة هل ممكن في معالجة نقدر نسميه ما حب أقول هاي الكلمة لك رخيصة نوعاً ما بحيث أن أثرها ما يكون قوي طبعاً طبعاً تختلف شركات كتير في شركات مرخصة أخذ ال و أخذ الـ FDA أوكي غير عن شركات طبعاً غير معروفة أي كلام تختلف طيب الآن من أكثر يعملونها الرجال للنساء صاروا صراحة حالياً أنا عندي الرجال الرجال صح لأنه ما يريد أن يعمل بوتوكس وفيلر تماماً لأنه ما يحب تعرف الرجال أحياناً بيحس بوتوكس وفيلر يعني بيحسها للنساء أكتر صح فحالياً الرجال عم يعملونها عندي أكتر وخصوصاً للشعر قبل الهواء ذكرت لي أنه في أحد عمل الصفائح هذه والبلازمة من راسه لرجله نعم فيك تحطه بأي مكان بالجسم طبعاً نحن كأطباء جلد وتجميل بنحطه بالشعر بالجلد أطباء الأسنان بيستخدموا طبعاً أطباء جراحين تجميل قبل وبعد زراعة الشعر بفيد بعلاج القرحات المعندة عند مرضى السكر عند المرضى اللي عندهم قرحات أطباء المفاصل والعزام بأطباء العمود الفقري بعلاج العمود الفقري والغضاري طبعاً أحنا البلازمة الآن أعطيناها حقها وزيادة مدحناها سبع دقائق أو أكثر هذا يتكلم عن السلبيات هل لها سلبيات ممكن تكون لها سلبيات بسوء استخدام؟ طبعاً بدك تسأله عن الأمراض هذه مصيبة بدك تسأله عن الأمراض اللي بيعاني منها طبعاً بعض وخصوصاً الأمراض الدموية الأدوية اللي عم يتناولها الشركة اللي بدك تعامل معها بدك تكون معترف فيها وآخذ ترخيص رسمي والطبيب بدك يكون مدرب ليعرف وين يحطها المادة صحيح لأنه أنا بها المواد الفعالة بدي حرد خلية معينة لتفرز كولاجين إذا حطيت المادة تحتها أو فوقها ما رح تأخذنا سؤالين على السريع الزيادة نفس النقصان فيها مسألة البلازمة لو كانت زايدة عن الحد طبعاً بتضر طبعاً بتضر في إيش تحديدها لا يعني أنت لما عم تعطي أمر لخلية لا تشتغل إلى طاقة تحمل فأنت عم تحرضها لا تشتغل مرة مرتين ثلاثة أربعة قلت لي كل شهر بدي عملها للسنة بقول لك لا هالخلية بيصيبها نوع من العطب والشلال طيب بنعم أو لا أقدر أستخدم صفاء حغيري